بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكتو يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلم وتسليمه أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين على قناة بيبس بورتس وبرنامج الموهوب مع بيب النهاردة هنتكلم على مباراة تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية دور الستاشر ويوسف المساكني إمبارح هو عريس الليلة للمنتخب التونسي وكل توقعات المعلم أبو تريكا إمبارح بين شوطية المباراة صبت لصالح المنتخب التونسي وكأنه كان قد شاهد الشوطة الثانية من قبل سبحان الله محمد أبو تريكا إمبارح كل الكلام اللي قاله بالأمس حصل في الشوط التاني وقال إن المنتخب التونسي ومنذر الكبير طبعا نوم منتخب نيجيريا تنويم مغناطيسي وفي الشوط التاني الكورة هتيجي في ملعب تونس يوسف المساكني كورة الجيلة وهو عليه أنه يختار التوقيت الصح والقرار لكن سبحان الله كل كلام أبو تريكا بالأمس تحقق في الشوط الثاني تونس بالأمس عملت مباراة كبيرة جدا على تخب نيجيريا وطبعا فازت بثلاث نقاط مهمين جدا ويتأحل لدور الثمانية طبعا كله كان متوقع أن نيجيريا تفوز ليه؟ لأن مستوى تونس في الدور التمهدي كان مستوى لا يرتقي إلى اسم تونس وتاريخها في كرة القدم الأفريقية علشان كده كلنا كل الناس ما كانتش تتوقع أن منتخب نيجيريا يخرج من دور الستاشر وكلنا كنا عارفين أن الملعب كان مليان بالجمهور النيجيري بالأمس علشان كده إحنا كلنا بنقول للمنتخب التونسي برافو ونرفع لك الكباعة ونرفع الكباعة أيضا لمنذر الكبير اللي أدار المباراة مبارح إدارة فنية رائعة دراماتيكية وحط استراتيجية لهذه المباراة زي ما الكتاب يقول وكلنا تعلمنا الدرس من كلام أبو تريكا مبارح محدش خد باله إلا بعد المباراة وكل الناس أثنت على تحليل أبو تريكا دي دليل يا جماعة اللي احنا اللي بنقوله دايما علشان تحلل كرة القدم لازم أن تكون فاهم وبالذات لما يكون تحليل كرة القدم يجي من نجم كبير زي أبو تريكا صال وجال في الملاعب علشان كده دايما بنقول للناس اللي عاوزة تحلل كرة لابد إن هي تكون لعبة كرة أفضل بكتير جدا من الناس اللي هي دخلة على التحليل كده وخلاص مع احترام لهم هذا الكلام اللي خرج من أبو تريكا وإندل بيدل إنه هو لاعب كبير وساب بصمة واضحة في قلوب وعشاك ومحبين كرة القدم الأفريقية والعربية والمصرية علشان كده أبو تريكا إده دارس مبارح أعب بتفرج على الشوط الأول وذاكر المباراة كويس جدا ولما سأله المذيع رد رد قاطع وجاب كلام من الآخر وكأنه شاف الشوط الثاني قبل كده علشان كده بنرفع القبعة برضو كليه أبو تريكا في تحليله الرائع المتميز اللي دائما وأبدا بنشوفه دايما بيطلع لنا بشوية حاجات كده يعني بتكسر الدنيا مبارح أبو تريكا قال وسبحان الله كله كلامه اتحقق في الشوط الثاني لنعرفين أن تونس قدت مباراة لأربع والأجمل غيرت الصورة اللي احنا كنا نعرفها عنها في الدور التمهيدي سبحان الله لو هدف الجزائر كان جه كان حرامنا أن احنا نشوف تونس في دور الستاشر علشان كده سبحانه مغير الأحوال تونس يجي من بعيد ويجي من ثالث المجموعة بعد طبعا كلنا عارفين أن جنبيا فازت على تونس في المباراة اللي جمعت بينهم نيجيريا فازت على مصر وتصدرت المجموعة وسبحان الله التالت بيخلص على الأول في دور الستاشر ومباراة كانت من العارة الثقيل وسبحان الله رحمة ربنا نزلت برضك على المباراة أمس بطرد لاعب من نيجيريا ده اللي قدت قوة دفع لمنتخب تونس ويستمر فيه أنه يمتع جماهير كرة القدم العربية والأفريقية والتونسي علشان كده بنقول أن تونس لعبة شوت تاني تيكتيك عالمي نزلت خدت اللي هي عوزايا من الشوت الأولاني وطبقت المطلوب منها في الشوت التاني منذر الكبير النهاردة ويوسف المساكني أفضل لاعب فيه المباراة بالأمس عمل مباراة والأروع والأجمل لو جاءنا نبص للهدف من نص الملعب الكرة جاءت له من الأود طبعا وراحت له من نص الملعب من إحية الشمال خدوا الكرة وضم الجوه وقاعد يروغه في واحد وثون وثلاثة ويحرز هدف وشاطه الكرة الكرة هي ماشية في السكة بتغير اتجاهها بشكل غريب جدا وبتلمس الأرض كده وبتزيد سرعتها وبتخش هدف ولا أحلى ولا أروع ولا أجمل ومن أفضل تزديدات اللي أنا شفتها في كأس الأمم الأفريقية هذا العام في الكاميرون 2022 الكرة جماعة هي بتتشاط شكلها بتفكرنا بالشوتة بتاعت أحمد حسن في كأس الأمم الأفريقية في بركينة فاسو 1998 لو نلاحظ بالأمس وكأننا كنا بنتفرج على المنتخب المصري جيل محمد أبو تريكا وجيل بركاته وجيل وقل جمعة سبحان الله كان عندي إحساس أننا بتفرج على التوانسة في ملعب وكأني شاهدت المباراة من قبل تونس لعبة مباراة سهلت على نفسها المباراة بالأمس علشان كده لاحزنا أن تونس ركبت المباراة من الشوت التاني وخلت الخطورة بتاعت فريق نيجيريا يضعف خالص وبدون فعالية على المر لكن فيه كان في بعض القرات لو استغلها فريق نيجيريا كان ممكن يغير نتيجة المباراة حتى وهم مطروض منهم واحد أو نقصين واحد علشان كده لو نلاحظ أن كان عندهم بعض اللاعبين خطرين جدا قدام احنا بنقول لتونس ألف مبروك بنقول لنيجيريا هارد لك تونس كانت الأفضل في الشوت التاني والغريب في مباراة الأمس طبعا أن بوركينة فاسو فازت على الجابون بضربات الجزاء والمعاناة ترجحية جات من بعيد خالص بوركينة فاسو خلي بالكوا يا جماعة بوركينة فاسو فريق الطور جدا 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 لو نفتكر المباراة اللي جمعت بينهم وما بين الكاميرون أحرجت الكاميرون على أرضهم ملعب ولو تفتكروا هم أول ما نسجلوا في هذه البطولة الهدف الأولاني لهم وفازت الكاميرون طبعا لو أنتم تذكرهم 3 واحد في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2022 الفرقة الصغيرة خلاص بقت عندها محترفين كتير وبالتالي غيروا شكلها والناس دي بتفكر صح ما زينا دلوقتي أن القاعد عندهم الكبيرة دلوقتي بقى المحترفين وبالتالي أنت هتقابل في المستقبل القريب فرق كبيرة جدا كنا بنقول عليهم فرق صغيرة وضعيفة لكن دلوقتي أصبح المستويات قريبة جدا بيننا وبينهم علشان كده إحنا هنعافر كتير جدا في المستقبل مع هذه الفرق اللي إحنا كنا بنتريق عليهم كده بالعربي بوركينة فاسو أصبحت بوركينة فاسو هتبقى فرقة كبيرة جدا لو تفتكرهم كده إن هما وصلوا برضوك لنهائي كأس الأمم الأفريقية على ما أعتقد 2017 وعملوا مباراة ولا أروع ولا أجمع علشان كده طبعا إحنا بنتمنى من المنتخب المصري إن شاء الله في المباراة القادمة أمام كوتوفار إن هو يظهر لنا بشكل الصح أمام المنتخب كوتوفار ونتمنى إن شاء الله من كل اللاعبين إن هما يتعلموا درس منتخب تونس أمام نيجيريا علشان كده ما فيش حاجة صعبة على ربنا إن شاء الله نتمنى من محمد صلاح وكل اللاعبين الكبار لمنتخب مصر إن هما يقدموا لنا مباراة في قمة الجمال في قمة المتعة في قمة الرقيب في قمة الروح العالية الحماس لمنتخب مصر اللي إحنا نعرف عنه إن شاء الله إنتم رجالة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن إنتوا تغيروا لنا الصورة اللي إحنا واخدنا أو انطبعاتنا عنكم إن شاء الله ويتفوزهم في مباراة كوتوفار وإحنا قلنا قبل كده إن إحنا هنلعب هذه المباراة ستيب با ستيب هنمشي خطوة بخطوة مع كل مباراة كل الدفع وكل القوة وراكم إحنا كلنا في ظهركم ما تخافوش يريد تسعيدوا كل الجماهير يريد تلعبوا مباراة كل الجمهور يبقى سعيد وينام سعيد في يوم الأربع طبعا إحنا كلنا عارفين إن كل الناس بتقول إن كوتوفار فرقة إلا مش تقيلة على منتخب مصر منتخب مصر يقدر إن شاء الله إن هو يحقق الفوز ويسعد جماهيره في الفترة القادمة إن شاء الله في هذه المباراة الكبيرة جدا ونتمنى من مستر كروش أنا مش هعرضك ولا هحاول أهاجمك إحنا كلنا وقفين في دارك علشان ما تقولش إن المصريين بس شغلتهم بس إن هما يعرضهم لا إحنا هنقف جنبك وهنفضل ندعمك بس في الصح إنما هتخرج برا المصار وهنشوف تغييرات وتشكيل خاطئ جدا كلنا هنبقى ضدك إنت لحد النهاردة لسه ما عملتش معنا ختم الثقة مع الجمهور المصري علشان كده يا عم كارلس كروش برجاء حاول تحط التشكيل الصح علشان ما تتعبناش من الأول علشان ما تحطش ضغط قوي على المنتخب المصري وبالتالي تهرب مننا المباراة وتصعب علينا علشان إحنا كلنا في الفترة الماضية لنا زعلانين منك على أداء المنتخب المصري وكل الناس بتقول إن انت مدرب كبير أنا ما شفتش كده علشان كده أنا هنحي كل الخلافات ورى ظهري وهتكلم بكلام إيجابي زي ما قلت لكم في حلقة الأمس إحنا هنحط شوية حلقات بكلام إيجابي إن شاء الله نعمل قوة دفع للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة في مباراة دور 16 أمام كوتوفار ياريت يا عم كارلوس أكروش تحاول إن انت تحط التشكيل الصح والأمثل لمباراة كوتوفار في كأس الأمم الأفريقية 2022 وعلشان ما طولش عليكم ياريت يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة